لماذا تملك الجرارات عجلات خلفية كبيرة وعجلات أمامية صغيرة؟ الجرارات هي آلات متينة وقوية يستخدمها الناس من أجل الزراعة وكذلك من أجل جر وسحب الشحنات الثقيلة والشحنات الثقيلة حيث يملك الجرار محرك الهيز القوي للغاية من أجل تمكينه من جر وسحب شحنات ثقيلة للغاية بسهولة تامة يحول محرك الجرار يحول عزم الضوران القوي إلى قوة جر هائلة ولهذا تجده يسير بسرعة منخفضة نسبيا بينما يسحب خلفه شحنات كبيرة وثقيلة يكون الجرار ذو الدفع الثنائي مثاليا للأغراض الزراعية والصناعية على حد سواء وهو يملك عجلتين كبيرتين خلفيتين وعجلتين أماميتين صغيرتين الحجم لأسباب وعوامل عديدة ومنطقية سنتعرف عليها في هذا الفيديو لماذا يا ترى تم تجهيز الجرارات بعجلات خلفية عملاقة وأمامية صغيرة جدا تستخدم الجرارات كثيرا في الحقول والمزارع وهناك يساعدها اختلاف الأحجاب بين إطاراتها الأمامية والخلفية على الاحتكاك بشكل ملائم مع السطح يستطيع الجرار سحب وجر أفقال كبيرا دون أي عناء وهو الأمر الذي تلعب فيه العجلات دورا محوريا كما تلعب دورا مهما أيضا في تجربة القيادة بإمكان العرب ذات الوزن التقيل أن تحتكى بشكل التساقي وممتاز مع أي سطح تتنقل عليه تقريبا ولذلك تحول العجلات الخلفية الكبيرة للجرار دون غوصه في الأوحان كما من بين أسباب تصميم الجرار بعجلات خلفية كبيرة وأمامية صغيرة هو موازنة الوزن والقوة من بين أسباب أخرى كذلك احتكاك التساقي جيد مع السطح إن السبب وراء كون الجرار يتنقل بشكل مثالي على الأسطح الموحلة هو عجلاته الضخمة ذلك أنه تم تجهيزه بعجلات خلفية كبيرة الحجم لتجنب انزلاقه في مثل هكذا أسطح أو ربما غوصه في الوحل حيث أن السيارة دائما ما تعلق في السطح موحل وتغوص فيه بسهولة تامة بسبب إطاراتها الصغيرة كما أن توزيع الوزن والثقل بشكل مثالي على الهيكل يكون أسهل بكثير مع إطارات خلفية ضخمة إن سحب شحنة ثقيلة وجرها خلف الجرار يسفر عنه ضغط كبير على الإطارات الخلفية ولذلك يجب على هذه الأخيرة أن تكون كبيرة الحجم من أجل زيادة الاحتكاك الالتساقي مع السطح وزيادة قوة الجر تمنح العجلات الأمامية الصغيرة رؤية أفضل أثناء التحرك نحو الأمام من السهل أكثر رؤية كل شيء عندما لا تريق مجال رؤيتك عجلات كبيرة الحجم جعل مقعد السائق في موقع مرتفع نسبيا في الجرار بسبب حجم العجلات الخلفية الكبير حتى لا تعيقه عن الرؤية وفقا للخبراء يجعل وضع مقعد سائق الجرار في موقع مرتفع من الزراعة والحرط أمرا سهلا للغاية حيث يسهل رؤية زوايا الحقل ومنه يصبح من السهل حرافة الأرض أو زراعتها مع رؤية أمامية واضحة ثالثا مناولة أفضل توفر العجلات الأمامية الصغيرة للجرار مناولة أفضل لسائقه حيث يصبح من السهل جدا الاتفاف به في زوايا حادة في الحقول كما تجعل العجلات الأمامية الصغيرة التحكم في عجلة القيادة أمرا سهلا كان بالإمكان أيضا الالتفاف بالجرار بشكل ممتاز في زوايا حادة على الطرقات المعبدة والدروب بعيدا عن الحقول نعم شكرا